ايه يعني مجموعة اسئلة مش عارفين نبدأها منين فتعال نبدأ بخوف ايه اكتر الحاجات اللي بتخوف الامهات في دخول المدرسة اول مدرسة تدخل نقولك اه هيبدأ بقى ايه ادوار الامراض المتتالية بيسموها بيسموه التلاتة الكبار التلاتة حاجات بيخاف منهم في الشتاء الفيروس المخلاوي اللي هو الار اس في والفلو اللي هو الانفلوانزة والكوفيد التلاتة دولت واحد اثنين تلاتة التلاتة بيصبوا ان الطفل يدخل في مشاكل رئوية او التهاب رئوي او التهابات شعبية يمكن دي اكتر حاجة بتنتشر في الفترة الشتاء وفترة التقلبات الجوية والمدارس والفصول كل دي اه فترة دي لان احنا الفترة دي زي ما قلنا قبل كده هي فترة التقلبات الجوية فبتساعد على نمو الفيروسات وتطور الفيروسات وعلى الاختلاف الكتير في درجة حارة الجو او اختلاف الجو المحيط بيؤثر دايما على مناعة الجهاز التنفسي فتلاقي الامراض الامراض التحسس كلها تزيد في الفترة دي امراض العدوى كلها وتيجي بقى عليها المدارس والاماكن والفصول المقفولة والنصائح اللي بتستمعش وكده تلاقي الامور بدأت تزيد وده يعني يمكن يمكن عايز اركز في نقطة مهمة اول نهارده احنا كل سنة ويمكن اقولت حاتف جمارة بيسموه ويزي نوفمبر اللي هو شهر 11 ده كله ويزي فهو الفترة دي هي بالنسبة لي يعني الطفل بيجي لازد برد شوية حتى لو كوفيد واعرضه البسيطة كل ده ممكن في السن اللي هي سن المدرسة يقدر يتحمل الطفل انا اللي بيبقى في دماغي بقى ان انا الفترة دي هو طفل عنده الخمس ست سنين في مدرسة هجي يعد اخواته البيبي اصدق اخوه البيبي او اخته البيبي فبدأ يدخل الطفل احنا عندنا الفترة دي يعني انت بتخاف على البيبي الرضيع اكتر من اللي في المدرسة طبعا طبعا بنخاف على الوم كلنا اكيد بس يقصدي معرض اكتر للمشاكل لانه هو بيوصل لمرحلة من نازلة البرد او الفيروس المخلاوي البسيط لاعراضه بسيطة في السن الكبير يعني السن الكبير الطفل وجالوا فيروس المخلاوي ده شوية برد لكن accessing Monitor اللي مشكلة الناس تعرف الفيروس المخلاوي ده فيروس في الجهاز التنفسي مشكلته انه هو في السن الصغير بيعمل مضاعفات عنيف هو ايه شوية تعرض نازلة البرد بسيطة شوية تراشح تكسير بسيط في الجسم حرارة خفيفة شوية كحة بسيطة وشكر ده في السن الكبير هنقولها ونعيدها تاني الفترة اللوكداون اللي حصل أو اللي قعدناه في فترة الكورونا عمل شوية حاجات في الفيروسات وعمل شوية حاجات في المناعة الفيروسات بقت تيجي في سن يعني فارس المخلاوي ده كان خطوطه في سن أول سنة من العمر لكن لا بيجي في سن أكبر وبيجي بأعراض مختلفة وبيجي في سن كبير ومضاعفاته أكتر علاجه مختلف عن الأنفرونسا أو بالكوفيد طبعا دي نمرة واحد نمرة اتنين المناعة بتاعتنا في حاجة عندنا اسمها الدين المناعي أنا كل ما بتعرض للعدوى ببقى عندي إيه مخزون من إيه أنا عارف الفيروسات دي فأنا بقاومها مرة تاني مرة تاني فيبقى عندي مستوى معايم من مناعة لما عادنا في البيت ما بتعرضش العدوى كتير قاعدين أفلين أفلين حصل المقاومة للفيروسات المنتشرة قلت والفيروس نفسه تتحور واتطور فبدأت الأمور تبقى إيه أعنف نعم نعم ولذلك برضو الـ RSV أو الفيروس المخلوي ومعظم الفيروسات دايما بنقول إيه هي التلاتة الكبار دولت إيه علاجهم أه أول حاجة مداد الفيروسات مداد الفيروسات ما بيشتغلش على كل الفيروسات الفيروسات قليلة جداً اللي بيشتغل عليها المداد الفيروسات غير المداد الحياة اللي بيشتغل عليها